السلام و مرحبا بكم في الفيديو هيدا باش نوريكم كيفاش نعمل وزوز اشكال جدد مضحلو اللوز الي هوا اشكال تلقليديا دي ما موجودين في اي نوع حلو متع اللوز و باش نعملو الاشكال هيدو باش نستحق بطبيعة لعجينة اللوز وعجينة البستاش الي سابقوها بطهم في فيديو اخر شوفو في البواد دان فو تحت الفيديو تلقاوهم موجودين وزوز اشكال هيدو منتسمى واحدة كعك لوز ابيض والاخرى كعك مضفور خلينا نشوفو مبعضنا كيفاش نعملوهم باش نبتعول هنا بالكعك المضفور كما تشوفو باش ناخذ عجينة اللوز البيضة وعجينة البستاش باش تكون عجينة اللوز تقريبا مرتين ومرتين ونص اكبر من عجينة البستاش عجينة البستاش باش تعملوها على شكل مستطير وتحطوها كما قاعدين نشوفو على رولوم دا عجينة اللوز الي عملناها ومبعد بيشتروليها لكل ما بعضها انشاء لا يكون الشكل واضح بيشتروليها حتى تلسق في بعضها لكل بالكده بالكده وبعد بيشتتقسمها وكل مرة تحل رولو صغيرة حتى لي نجودها بالكده كما قاني نشوفو بيشتروليها بالكده وبايشتقصها تقريب 5 سنتيمتر ولا 7 سنتيمتر كبر كل كاكل انتو ما وشتحبوك انتحبوها صغيرة دونك عملو 5 سنتيمتر دونك عملو 7 سنتيمتر بيشتقص هي باي صغير كما قاني نشوفو على الشكل ولا الطول اللي حاشتها بيه بيشتلعو لكلهم بريس قط قط ويجيوكم بزياني احنا لاتنا عملنا 7 سنتيمتر وبعد بيشتبرو كل كاكل بيشتدورها 3 دورات بيشتريه شويه بيشتروها Jee action بيشتري ما اي و الهنة يبش تستويها ما بين يديها كيما قادي نشوفو يعني بش تبدأ مزيانة تحاول تضم فيها شوية هي و الهنة يبقى اي حاجة كيما تشوفو بالبايجوز بش تستوي الدورة الوسطانية المهم بش جيكم مزيانة متبداش مش مستويها و هذي هي الكعكة بتاعنا سهلة و مزيانة هذي الكعكة المظفور وتوابش نعملو كعكة اللوز الابيض العادي الي هو مش نسحقو كين عجينة اللوز البيضة العادية كيما عقد لكم تحبو تستعملو متاع الفندون ولا متاع الاعظم اللي بشتيب الفور كيما تحبو انتو ما سابقو هبط الفيديوهات قبلتا ونحطوهم لكم اللوطة في بوان تنفو حاولو قصوم تقريب قط قط الاشكال بش يجيكم من كلهم قط قط هذي طريقة اسهل جوز تعمل كعبورة تنزل عليها و بش تنقبها في الوسط بالقماء بش تحضو سكعبة بستاش زين بيوه و انتو ما زينو كيما تحبو انتو ما بالطبيعة وهذي هي كعكة اللوز سهلة ما فيها شي كاذ حبيتو بش تعملوها بالاعظم دوك بش دخلوها الفور على نار هادي عالاخر 140 درجة ما تفوتش مكسيمو عشرين دقيقة ما لازمش حمار اللوز بالكل الكعكة ما لازموش حمار بالكل لازمو يقعد ابيض كيما هو جوز تيطيب من داخل ما يقعدش نعظم تاعوني و الا اسهل حاجة تنفو نتعملوها بالعجينة متاع الفوندو ما تستحقش تيب نشيحوها شوية في الهواء وهذي كهي الكعكة اللوز ان شاء الله تعجبكم من الوصفين تاع اليوم ويعجبوكم الزوز اشكالي اللي عملناهم وبسلامة ترجمة نانسي قلبي